قبل كل شيء خالص التمنيات والتوفية رب لرجال منتخب مصر لكورة اليد النهاردة عنده مباراة صعبة وقوية جدا لكن بإذن الله يكونوا أدها مباراة مع منتخب الدنمارك في ربع نهائي كأس العالم لكورة اليد نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله بإذن الله طيب لو أستعرض مع حضراتكم مباراة اليوم سواء مباراة في الدوريات الأوروبية أو حتى النهاردة في مجموعة من المباراة في مرحلة دور التمانية في كأس العالم لكورة اليد أبدأ معكم في مباراة الدوري الإنجليزي الساعة 8 في مباراتين في توقيت واحد بيرلي هيلعب مع أستون فيلا وتشيلسي هيلعب مع ويلفر هامبتون الساعة 9 ونص برايتون هيلعب مع فولهم والساعة 10 وربع في مباراتين أيضا في نفس التوقيت إيفيرتون مع ليستر سيتي ومنشستر يونيتد مع شيفلد يونيتد لكن في مباراة تكأس إيطاليا طبعا كلنا بالأمس شفنا المباراة الكبيرة درب الغضب ما بين الإنتر والميلان وفوز إنتر 2-1 لكن النهاردة في مباراتين سبعة إلى روبع أتالانتا يلعب مع لاتسيو وعشرة إلى روبع يوبنتوس يلعب مع أسبال في كأس العالم لكورة اليد أربع مباريات همة وفاصلة في دور التمانية لكأس العالم الدنمارك ومصر الساعة 6 ونص في إن شاء الله والساعة 9 ونص تلات مباريات في توقيت واحد أسبانيا مع النرويج فرنسا مع المجر والسويد مع قطر خالص التمانيات والتوفية رب المنتخبنا الوطني لكورة اليد للفوز اليوم على الدنمارك في كأس العالم لكورة اليد لكن في هذه اللحظات أخرج لفاصل وبعد الفاصل عندنا كلام مهم جدا ولكن